لا 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 خلق خلاص مجد لا لا ايه مجد لا 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 أقصت للا الأكل ملحه كتير وأنا باكل من غير ملح طب خلاص أجيب لي حاجة فانية لا 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 شكرا أنا هاخده هاخد سلطة لما شفت أبوها ما حبنيش برضه أنا طريق صفوان أكبر تجرق وماش في مصر والحمد لله تجرق وماش؟ أهم 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 وأنت بقى خري الجامعة إيه؟ أنا دلوقتي بكمل تعليمي في الجامعة النفتوحة يا فريدة ما حكيت لكش ولا هل لا ما حكيت ليش للأسف وللأسف لي يعني؟ وفي المشكلة؟ دا مش دي المشكلة أنا بس كنت عايز أعرف وما أنت منين أصلك إيه وما فصلك إيه وأنت من قيلة مين؟ إحنا عائلة عادية يعني أه عائلة عادية وقلقت أكتر لما طربت منها تحدد لي معادي عشان أتقدم لها وتحجيت لي بحاجة عضيطة أنا بجد مش فاهمة إجازمة الإستعجال والذن ده أنا بجد بزع هنا عايزين نعرف راسنا من الجميع فريدة عشان نردت بأمورنا كلها الله لنا ولا بابي فاضيين وما أنا كمان مش فاضي وعندي شغلة كتير ما أنت عارف حيلة ركز بقى في شغلك وسيدنا كمان ركز في شغلة أنا وراي كلاس ومش فاضي للهري ده تمام؟ حسيت إنها مترددة أقرب منها خطوة ترجع خطوتين ثلاثة وطبعا ننسي الده كله لما جالي خبر الحادثة هيا يا فريدة هما المين معايا؟ حادثة؟ أنت بكانكم فين دلوقت؟ جريت على المستشفى زي المجنون كنت خايف عليها بس لنت متعرفش فريدة كان بالنسبة لي كانت حلمة زي المحل بتاع اللي أخدته كده كان حلمه برضا هيا تحديداً اللي كانت حلمة النسبة لك؟ ولا مواصفاتها كسد اللي كان حلمة النسبة لك؟ مواصفاتها؟ بتنساش إن فريدة أول واحدة بالمصافات دي توافق عليها بس لاني سلت سيدت ولا كثيراً وطبعاً وقفت الجنبها لا اهوي ده انا حياتي وقفت الفترة دي المحل لمباعدت ليش مبرواحش كبضغر على عشان أكل وغيرها ما هي قد عدارت ده؟ ولا الهواء كان بتتعامل مع جدعانتي كان وحق إليها استحملتها واستحملت كلام ابوها وعصبيتها اللي ما بتطلعش غراء علي عصبيتها ازايها؟ كان بتتعمد تقل لي امتي قدام اي حد ايوه كان بتامل ايه؟ ابسطها هجيب لها سنوية الاكل على السريطر مي في وشي ناس تيجي تزورها هتتخلق عليها وتقول لي ما ضايفتهمش ليه؟ حتى الدكتور اللي بيجي على قلمها حالية يدخل طول ليتلع بره وفي ايه؟ فريدة كان بتامل كده؟ واكتر من كده ايه؟ ايه اللي جابك؟ بزمتك دي كلمة تتقل تستهلها؟ مش بقالك يمي ما بتجيش؟ معلش والله كان عندي مشاكل كتير في الشغل ولازم احلاها بنفسي طز في الشغل وقصاد تعبي انت مش مقدر انا في ايه؟ عارف يوسف لو كان ما كانت كان عامل ايه؟ بزمتك السيرة دي بقى يعني كان هيعمل ايه هو؟ كان هيعمل قد اللي انت عملته ده عشر مرات كانش هيسيبني لحظة بعد كل اللي عملته معاك ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ انت عملت العادي على فكرة ويمكن اقل من العادي كمان يوسف فاق كان هيعمل فوق العادي صح؟ بأكيد طب ما تكلميه تكلميه يجيعملك فوق العادي طالما شايفها احسن ومن ناحية احسن وهو احسن هلقلك نوشه حلو علي ما ترد عليه؟ هتتخنق تاني بقى وانا مش عايز اتخنق انت شكلك جاي باخرك على الاخر تعبتي يا عم بطريقتها ومعاملتها وذبت دي ما بتحبنيش الم خليك حاسبة كده كل حاجة بتعملها ده غير سيرة يوسف اللي حشرة في كل جملة بزمتك في واحدة بتحب واحد تقوله كده بصراحة لأ انا لو مكانك كان زماني مشيت من بدل انا تربيتي ما تسمح ليش ما سهلها لك؟ ما سهل لي ايه؟ انك تمشي بي حاجة ولا ايه؟ يعني اخر مرة واحنا عند فريدة كان فيه كلام مش حل الكلام ايه؟ يعني فريدة كانت عايزة تسيبك قبل الحادثة وبعد الحادثة مبيتش قادرة تسيبك لانها مش عارفة الناس هترجعت هتم بيها زي الاول ولا لا ايه لك كده؟ قالت لي الناس كلها كده وقدامنا كلنا ما تشغل الكتير اللي عندك يا طارق؟ اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك اشتركوا في القناة